موسيقى رئيس سيسي يعقد مباحثات قمة مع الرئيس الصيني في بكينو ويؤكد الحرص على الوصول بالاتفاق الثنائي إلى آفاق أرحب مدبولي يختتم جولته بمدينة العالمين الجديدة ويؤكد دعم الرئيس سيسي لإقامة نشاطا صناعيا موسع بجانب النشاط السياحي والسكن فرق الإنقاذ المغربية تصل إلى مكان التفل ريان في البئر وتأهب لانتشالها السادسة مساءنا في القاهرة الرابعة بتوقيت جرينيتش نشرة إغبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى تعزيز التعاون المشترك وتحقيق شركات استراتيجية شاملة محاور ارتكزت عليها مباحثات القمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جينبينغ مباحثات شهدت تأكيد الجانبين على الطفرة النوائية في العلاقة بينهما ورغبتهما في نقلها لأفاق أرحب المباحثات تأتي في إطار زيارة الرئيس السيسي لبيكين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية تلبية لدعوة خاصة من نظيره الصيني أكد رئيس عبد الفتاح السيسي حرصة مصر للبناء على قوة الدفع الناتج عن اللقاءات المنتظمة التي تعقد بين كبار المسؤولين في مصر والصين سعينا نحو الوصول بالتعاون الثنائي إلى أفاق أرحب من التنسيق والتعاون المشترك في العديد من المجالات جاء ذلك خلال مباحثات القمة التي عقدها الرئيس السيسي مع رئيس الصيني شي جينبينغ في قاعة الشعب الكبرى بمدينة بكين حيث سمن الرئيس الصيني ما تشهده الشركة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين من تطور إيجابي على جميع الأصائد مؤكدا أن صين تولي لعلاقتها مع مصر أهمية خاصة بالنظر لمحورية دور مصر في محيطها الإقليمية في اليوم الثالث لزيارة السيد الرئيس عبد الفتح السيسي للعاصمة الصينية بكين استقبل الرئيس الصيني شي جينبينغ السيد الرئيس عبد الفتح السيسي حيث بحث الرئيس عبد الفتح السيسي مع الرئيس الصيني وكبار القادة والمسؤولين في بكين تعزيز علاقات الصداقة وتطوير التعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين في مختلف المجالات والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك كذا سبل دفع العلاقات الثنائية في كافة المجالات هذا وأجرى رئيس عبد الفتح السيسي محادثات جانبية في العاصمة الصينية بكين مع كل من رئيس وزراء باكستان عمران خان ورئيس شوكة ميرزايا رئيس جمهورية أس باكستان وسمو الشيخ محمد بن زيد النهيان ولي عهد أبو ظبي والأمير تميم بن حمد ألسان أمير دولة قطر كما أجرى سيادته مباحثات جانبية مع أنطانيو جوتاريش سكرتيري عام الأمم المتحدة جاء ذلك على هامش مأدوبة الغداء التي أقامها الرئيس الصيني شي جين بينج صباح اليوم على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم تشهد علاقات مصر مع الدول الكبرى تطورات إيجابية على مختلف الأصعيد وتعد الصين من بين أهم القوى الكبرى التي ترتبط مع مصر بعلاقات وثيقة امتدت إلى مجالات مختلفة بدعم كبير من قيادتي البلدين حقبة جديدة ومتميزة من العلاقات الثنائية تشهدها مصر والصين خاصة في ضوء مشاهدة هذه العلاقات من تطور ودعم بتوجهات من الرئيس السيسي تطورات إيجابية في العلاقات وصلت لتأسيس منتدى التعاون الصيني العربي الذي وصل مسيرته في تعزيز وتعميق التعاون والتبادلات بين الصين ومصر والعالم العربي الزيرات المتبادلة بين بكين والقاهرة تعددت على جميع المستويات ففي عام 2014 قام الرئيس السيسي بزيارة إلى الصين تكللت بالنجاح في تطوير العلاقات لتصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة وتجل اهتمام القيادة السياسية في الدولتين بتطوير العلاقات الثنائية خلال السنوات الماضية حيث حرص الرئيس الصيني على دعوة الرئيس السيسي لحضور القمم الدولية التي استضافتها الصين انطلاقا من تقدير الصين للمكانة الإقليمية والدولية التي تحظى بها مصر وخلال زيارة الرئيس السيسي إلى الصين في سبتمبر 2015 بمناسبة احتفال الصين بعيد النصر الوطنية في الذكرى السبعين لانتهاء الحرب العالمية الثانية أثنى الرئيس الصيني على الخطوات العملية التي يتم اتخاذها على صعيد تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين القمة الثالثة التي جمعت بين الرئيسين السيسي ونظيره الصيني عقدت في يناير 2016 وذلك خلال زيارة التاريخية للرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر حيث حضر الرئيسان الاحتفالات المشتركة بمناسبة الذكرى السنوية الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وأعلن تدشين عام الثقافة الصينية في مصر وعام الثقافة المصرية في الصين قمة رابعة عقدت في هانتشو بناء على دعوة الرئيس الصيني للرئيس السيسي للمشاركة في قمة مجموعة العشرين في سبتمبر 2016 فمن خلالها الرئيس الصيني ما تشهده الشراكة الشاملة بين البلدين من تطور إيجابي على جميع الأصعدة وكانت القمة الخامسة في مطلع شهر سبتمبر 2017 تلبية لدعوة من الرئيس الصيني للمشاركة في فعاليات الحوار الاستراتيجية حول تنمية الأسواق الناشئة والدول النامية الذي أقيم على المستوى الرئاسي على هامش قمة الدورة التاسعة لقمة مجموعة بريكس وفي سبتمبر 2018 جاءت الزيارة السادسة للرئيس السيسي للصين للمشاركة في قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي وفي أبريل 2019 جاءت القمة السابعة خلال زيارة الرئيس السيسي إلى بكين حيث نظمت الصين الدورة الثانية لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي في العاصمة بكين بمشاركة الرئيس السيسي وفي ظل الوباء الذي اكتاح العالم سارعت نصر إلى إرسال المساعدات الطبية وعبرت عن مساندة الصين ودعمها في مواجهة هذه الجائحة وعلى إثر ذلك لم تنسى الصين دعم مصر لها في بداية الجائحة فسارعت بإرسال عدد من الشحنات من المساعدات الطبية لمكافحة فيروس كورونا في إطار التعاون بين البلدين وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق سيالة السفير يعني زيارة إلى الصين من الرئيس عبد الفتاح السيسي ولقاءات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ وأيضا كانت استكملت هذه الزيارة العديد من اللقاءات التي أجرها الرئيس السيسي مع السفير الصيني كيف تنظر إلى العلاقات المصرية الصينية طبعا هي علاقات استراتيجية بحكم أن مصر والصين تربطهما اتفاقية للتعاون الاستراتيجي ومصر من الدول القليلة التي وقعت مع الصين مثل هذه الاتفاقية والعلاقات بتاريخها وبداية اعتراف مصر الجمهورية الصين الشعبية في منتصف الخمسينات هي التي قادت وصول الصين إلى مقعدها المستحق في الأمم المتحدة على حساب تايوان وظلت العلاقات منذ ذلك التاريخ متبادلة تدعم فيها الصين مصر على كافة الأسعاد خاصة على الصعيد الاقتصادي والتنموي هناك حزمة من التبادل التجاري تصل لنحو 15 مليار دولار منها 2 مليار لصالح مصر على وعلى استثمارات صينية أهمة ربما أخرها نشير إلى العاصمة الإدارية والمبنى الأيكوني ومنطقة المال والأعمال داخل العاصمة الإدارية بحوالي 20 مليار دولار من الاستثمارات والقطار السريع الذي سيربط العاصمة بالعالمين كل هذه المساهمات على وعلى المنطقة الصناعية الصينية في شمال غرب خليج السويس التي تعمل منذ سنوات وتعد مواطن قوة علاقات الصين بالدول الإفريقية وترمز لها الصين دائما عند الإشارة لمناطقها الصناعية في الخارج على وعلى تعاون طبعا أمني وعسكري أضف إلى ذلك أن مصر بالنسبة للصين هي أحد ركائز الأمن والاستقرار في واحدة من أهم مناطقها الاستراتيجية في إفريقيا والعالم العربي اللذان يرتبطان بعلاقات وثيقة وتبادل تجاري وتنموي عملاق سواء كان 214 مليار فيما يخص قرى الإفريقية أو أكثر من ذلك فيما يخص عالمنا العربي أي أن أمن واستقرار مصر هو مساحة للاستثمارات الصينية أي أن الصين تستثمر من أجل أمن واستقرار تحت مفاتيح أمنها واستقرارها في الصعيد الإفريقي الذي لديها فيه استثمارات كبرى أو في عالمنا العربي كذلك نعم سيادة السفير أيضا هناك العديد من اللقات الثنائية على هامش حضور السيد الرئيس دورة الألعاب الأولمبية مثل اللقاء مع رئيس وزراء باكستان عمران خان والرئيس شوكة ميرازييف رئيس جمهورية أسباكستان هل دفنم دلالة على توسيع العلاقات الخارجية بكل تأكيد دعوة مصر في المقام الأول والرئيس عبد الفتاح السيسي تتجدد اليوم في الأولمبياد بكين الشتوية وقبل ذلك عندما تتولى صين مهمة دولية كمجموعة العشرين تدعو الرئيس السيسي عندما تدعو دول معنية بملف الحزام والطريق تدعو مصر إدراكا لموقع الاستراتيجي وقناة السويس في قلب الحزام والطريق إضافة إلى هذه الدعوة التي تأتي في مساحة من التوتر الدولي تكون بكين صاحبة الدعوة لمصير واحد وهدف واحد وحلم واحد أي أن عولمة ذات طبع إنساني يقودها الجانب الصيني ومبادرة الحزام والطريق لقاءات السيد الرئيس عادة تتم لبحث قضايا تتعلق بالأمن والاستقرار الإقليمي وبحكم مكانة مصر الأوضاع الدولية ولكن الأهم دائما هو بحث العلاقات السينافية فإذا لم تذهب إلى العالم جاء العالم إليك فأنت في وسط نحو عشرين من قادة الدول أو ثلاثين من قادة الدول وملوكها فرصة لعقد لقاءات متصلة لدعم استقرار المنطقة العربية والإفريقية كذلك بحث أوضاع الدولية التي تلعب فيها مصر أيضا بحكم دورها الفعل على الساحة الدولية ولقاء الرئيس بيجوتاريش وكذلك بالقادة الأسيويين تعمل العلاقات الدولية وعلاقات مصر بأسيا وغيرها من البلدان التي التقى بها السيد الرئيس على هم شهاده القمة الهم شكرا جزيرا السيد سفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصفى مدبولي اهتمام القيادة السياسية بمتابعة حركة التشييد والتنمية التي تشهدها مدينة العالمين الجديدة وذلك من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من الموقع المتميز الذي تتمتع به جاء ذلك خلال زيارتي لمدينة العالمين الجديدة حيث استمع رئيس الوزراء إلى عرض شامل حول موقف تنفيذ المشروعات بالمدينة واشدد رئيس الوزراء على أهمية تسريع واتيرة تنفيذ كافة المشروعات بالمدينة وفق البرامج الزمنية المقررة مؤكدا ضرورة تشغيل شبكة المخصصة لتصريف الأمطار في المدينة كما تفقد رئيس الوزراء نماذج للوحدات التي تم الانتهاء من تشطيبها بأحد الأبراج الشاطئية للتأكد من سرعة التنفيذ وجودته وتفقد كذلك مدبولي المدينة التراثية التي تقام على مساحة 260 فدان وطلع على أعمال تنفيذ مكونات المدينة كما تبع رئيس الوزراء موقف التشطيبات بمبنى الكنيسة مشيدا بجودة أعمال التنفيذ كما أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك اهتماما شديدا من الرئيس السيسي بدعم إقامة نشاط صناعي موسع بمدينة العالمين الجديدة جنبا إلى جنب مع النشاط السيحي والسكني الذي تشهده المدينة وأشدد مدبولي على سرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها بالمنطقة الصناعية لبدء تشغيل المصانع واستقطاب عدد أكبر من الاستثمارات مؤكدا على أنه يتم تنفيذ عدد من المزايا التكاملية لجذب المستثبرين واستمرارية مشروعاتهم وفي ختام جولاته بمدينة العالمين الجديدة تفقد مدبولي مشروع الحي اللاتينية المقام على مساحة أربعمائة وأربعة أفدنا وتفقد أحدى نماذج الوحدات والتشتيبات انطلاقة نحو المستقبل وفرصة للتغلب على التكدس السكاني تقدمها مدينة العالمين الجديدة على ساحل البحر المتوسط ضمن جيل جديد من المدن الجديدة واحدة من مدن الجيل الرابع تأتي ضمن مخطط الدولة للاستفادة من المواقع المتميزة للمدن على ساحل البحر المتوسط والبحر الأحمر لتحقيق مزايا اقتصادية وسياحية وثقافية لقاصديها بما تتضمنه من مرافق ومعالم وخدمات تلائم مختلف الفئات المجتمعية أهداف كفلها الاختيار المتأني لموقع العالمين الجديدة من حيث قربها من ملاطق التنمية الجديدة الواعية حيث تقع في منطقة الساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح وتبلغ مساحتها الإجمالية تسعة وأربعين ألف فدان وتستهدف استيعاب ثلاثة ملايين نسمة ومن المخطط لمدينة العالمين الجديدة أن تضم أربعة عشر حيا متعدد المستويات ومناطق تجارية وخدمية على مساحة خمسة ألاف فدان كما تضم مراكز بحثية وجامعات على مساحة ألف فدان ومناطق لوجستية ومناطق صناعية وبحسب المركز الآلامي لمجلس الوزراء تنفرد مدينة العالمين الجديدة باحتوائها على أحدث المشروعات التكنولوجية والعمرانية التي لا مثيل لها في الشرق الأوسط حيث تضم المدينة الجديدة أول محطة إنتاج مياه للشرب بتكنولوجيا التكثيف بإنتاجية تصل إلى مئة ألف لتر مياه يوميا وناطحات سحاب سياحية وسكنية ممثلة في مشروعات أبراج العالمين الجديدة وممشى سياحي على مساحة أربعة عشر كيلو مترا بالإضافة إلى منطقة ترفيهية ومركز طبي عالمي على مساحة أربعة وأربعين فدان هذا إلى جانب محطة لتحلية مياه البحر ومشروع زراعة محاصيل مثل النخيل والزيتون والرومان بالإضافة إلى جامعة العالمين الدولية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ومركز سياحي عالمي كما يوجد بمدينة العالمين الجديدة مركز مؤتمرات عالمي مجهز لاستقبال المؤتمرات من الخارج هكذا تواصل مصر مسيرة تشيد وبناء المدن الجديدة في كافة أرجاء البلاد لتصبح العالمين الجديدة أيقونة البحر المتوسط وقبلة السياحة الدولية والفاعليات العالمية افتتح اللواء أركان حرب خالد بيومي العربي قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ومحافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة مسجد رياض الصالحين بقرية وادي الحاج بمدينة نخل بمحافظة شمال سيناء يأتي ذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة في تقديم الدعم التنموي الشامل لأهل سيناء حيث التقوا بشيوك وعواقل سيناء وأكد قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب أن القوات المسلحة تقدم الدعم الكامل لإحداث التنمية بسيناء مشيرا إلى ما تم إنجازه من مشروعات قوية عملاقة بالتعاون مع الشركات المدنية ومؤسسات المجتمع المدني من جانبي أشهد محافظ شمال سيناء بالجهود التي تقوم بها القوات المسلحة مؤكدا أن التعاون بين القوات المسلحة وكافة الجهات المعنية بالدولة قد ساهم في تغيير وجه سيناء نحو واقع أفضل ومستقبل مشرك هذا وقد أعرب شيوك وعواقل سيناء عن شكرهم وتقديرهم البالغ للقوات المسلحة لمسندتها المستمرة لهم وما قدمته من تضحيات في سبيل عودة الأمن والأمان بكافة أنحاء سيناء وصولا لإحداث التنمية الشاملة بها نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكرية عددا من الفعاليات المميزة خلال شهر يناير الماضي شاملت عددا من الزيارات لمجموعة من طلبة الجامعات والأجهزة التنفيذية للوزارات والمحافظات إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية القومية يأتي ذلك إمانا من القوات المسلحة بضرورة زيادة الوعي لدى كافة فئة المكتبع المصري حيث تم تنفيذ زيارة لممثلي جامعة عين شمس لمركز البحث والإنقاذ للقوات المسلحة وزيارة أخرى من جامعة ضمنهور لأنفاق الثالث من يوليو فضلا عن تنظيم زيارة لمدريات الأوقاب بدميات للعاصمة الإدارية الجديدة وزيارة لفرع المجلس القومي للمرأة بدميات لمدينة العالمين الجديدة وكذلك تنفيذ زيارة للإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة لقيادات أو لقيادة قوات المظلات ومنتجع الجلالة بالعين السخنة يمثل وزير الخارجية سمح شكري مصر في اجتماعات الدورة الخامسة والسلسين لقمة الاتحاد الإفريقي والمنعقدة على مدار يومين بالعاصمة الإسيوبية أديسابابا تتناول القمة مختلف القضايا والموضوعات المطروحة على الساحة القرية من بينها حالة السلم والأمن في القرى ومواجهة التدعيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا وظاهرة تغير المناخ فضلا عن التكامل الاقتصادي والاندماج القرية وعلى هامش اجتماعات قمة الاتحاد الأفريقي بحث وزير الخارجية سمح شكري مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيا مستجدات الشأن الفلسطينية وخلال اللقاء أكد شكري موقف مصر الدائم للقضية الفلسطينية مشددا على أهمية تهيوة المناخ الملائم لأحياء مصار المفاوضات سعيا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة نظمت بعثة مصر الدائمة لدى لتحد الإفريقي بأدس بابا جلسة نقاشية بمقر لتحد الإفريقي تمهيدا لإطلاق سلسلة من الفعاليات التي تعتزم تنظيمها خلال الأشهر القادمة وذلك في إطار الاستعدادات المصرية الجارية للصدفة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27 ركزت الجلسة الأولى على تعريف بأولويات الرئاسة المصرية في مؤتمر المناخ حيث أكد سفير محمد جاد سفير مصر لدى إسيوبيا ومندوبها لدى الاتحاد الإفريقي الأهمية التي تليها القارة الإفريقية لموضوعات تغير المناخ باعتبارها القارة الأكثر تضررا من تبعات التغيرات المناخية والأقل تسببا فيها مشددا على حرص مصر على إحراز تقدم في كافة مسارات التفاوض والخاصة بتغير المناخ أكد الرئيس العراقي برغم صالح ضرورة دعم المصاري السلمي الديمقراطي والشعروع في تشكيل حكومة جديدة مقتدرة لا تغضع لدغوط خارجية وليس عليها وصاية من أحد مشيرا إلى أن استمرار الوضع الراهن لم يعد مقبولا جاء ذلك خلال كلمته بمناسبة يوم تأبين الشهيد العراقي حيث شدد صالح على الحاجة لمراجعة جدية لمجمل الوضع السياسي والتأسيس لعقد سياسي جديد يدعم الخيار الديمقراطي في اختيار رئيس الجمهورية وحكومة تحقق قوة طبوح الوطني وتطلعات الشعب من جانبه أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى القاذم أن الخلافات السياسية يجب أن لا تصل إلى الأسس في بناء الدولة مشددا على أن هناك فرصة كبيرة أمام العراق لنهض بكل المستويات كما أشار القاذم إلى تحديات التي تواجه بلاده مشددا على أن هناك رغبة دولية بوضع العراق أمام الاستثمار الاقتصادي وأكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أن العراق على أتاب مرحلة جديدة وعلى أتم الاستعداد ليكون قبلة للمنطقة والعالم كما شدد الحلبوسي على ضرورة أن يكون هناك تداولا للسلطة دون تهديد مشيرا إلى أن البرلمان أصبح أكثر قدرة على تحقيق المتطلبات الملحة تقترب السلطة المغربية وفرق الإغاثة من إنقاذ وإخراج الطفل المغربية ريانا في ظل تواجد مروحية طبية وفريق طبي متخصص يتولى إخراج الطفل حفاظا على صحته وتوصل فرق الإغاثة جهودها المضنية لإنقاذ الطفل ريان العالق لليوم الخامس في بئر في شمال المغرب في السباق المحموم مع الوقت وبالتوازي تتوصل كذلك خلية الأزمة المغربية لتعمل على مدار الساعة متابعة للحالة الصحية للطفل مؤكدة أنه ما زال على قيد الحياة وهذه هي نقطات الحياة لعمليات الإنقاذ التي ما زالت مستمرة للطفل المغربي من البيئة المصورة للطفل المغربية لحياة Brody لحياة دعالى انطلقت انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة الجزائرية الغرفة الثانية للبرلمان عبر جميع الولايات الجزائرية وعددها 58 ولاية كانت السلطات الجزائرية المستقلة للانتخابات قد أعلنت تسكيل 475 مترشحة لاختيار 68 عضوا جديدا في هذه الانتخابات البرلمانية وذلك ضمن مصار استكمال البناء الديمقراطي لمؤسسات الدولة التي أقرها الرئيس عبد المجيد تابون يذكر أن الرئيس الجزائري استدعى في الثاني والعشرين من ديسمبر الماضي على هيئة الناخبة للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة تبقى لأحكام الدستور الجزائرية أفدت هيئة الصحة العامة الفرنسية بأن جائحة كورونا بدأت تنحسر في فرنسا لكنها لم تختلف أو تختفي حيث دعت الهيئة الفرنسية إلى عدم تخفيف الإجراءات الاحترازية على الرغم من تباطئ وطير التفشي الوباء وتراجع معدل الإصابة بنسبة ثمانية في المائة وذكرت الهيئة أن مؤشر متابعة انتشار الوباء يشير إلى ارتفاع في الإصابات لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم سبعين عاما في غالبية المناطق أعلنت الحكومة اليابانية التبرع بعشرين مليون جرع ملقاحة كورونا إلى سبع دول ناشئة من أجل المساعدة في مكافحة جائحة كورونا كما ستقوم الحكومة اليابانية بتقديم 11 مليون جرع إضافية إلى 13 دولة من خلال مبادرة كوفاكس بالإضافة إلى ذلك تم تقصيص 124 مليون دولار لتسعين وخمسين دولة لتحسين سلسلة التبريد الخاصة بنقل اللقاحة السادسة المتواصلة وفيها بعد قليل فولندا تعلن وصول تعزيزات الأمريكيات العسكرية الأولى لأراضيها لدعم أوكرانيا في مواجهات روسيا موسيقى موسيقى ذكرت رأسة الفرنسية أن رئيس إمانويل ماكرون تحدث هاتفيا مع ينسي ستولتن بيرج الأمين العام لحلف الشمال الأطلسية يأتي ذلك قبيل زيارة ماكرون لموسكو هذا الأسبوع للمساهمة في نزعفة للأزمة المتعلقة بأوكرانيا وقال بيانون أن ماكرون الشد داخل للاتصال الهاتفي على الحاجة لموصلة الجهود لإيجاده سبيل للحوار وخفض التصايد مؤكدا ضرورة احترام المبادئ الأساسية للأمن الأوروبية أفاد المتحدث باسم الجيش البولندي بيرجنيسلاف لتشينيسكي ببدء نقل التعزيزات الأمريكية إلى بولندا في إطار طمأنة الحلفاء القلقين من التوتر الروسي الأوكراني وأوضح كذلك أن طلاءها الجنود وصلت إلى مطار يوسونكا في جنوب شرق البلاد موظفا أن الجزء الأكبر من الكتيبة الأمريكية وقوامها 1700 جندي ستصل قريبا أكدت وزارة الدفاع الكندية إرسال مساعدات عسكرية غير فتاكة إلى أوكرانيا لدعم قوتها وذكرت الوزارة في بيان أن إرسال المساعدات العسكرية لأوكرانيا يأتي في إطار ما أعلنت عنه كندا مؤخرا من دعم فوري لكييف مضيفا أن المساعدات تتضمن معدات الحماية الشخصية ومعدات الاستطلاع والمراقبة وصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كل في مجال تخصصه وأصفرت جهود خاصة بوزارة الداخلية خلال شهر عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد واستمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار شهر نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية ففي إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 28639 قضية تمونية متنوعة وغلق 22722 محلاً مخالفاً لقرار مواعيد الغلق إضافة إلى ضبط 5532 قضية في مجال منع تداول الأرقيلة بمضبطات 29925 أرقيلة كما تم ضبط عدد 230949 شخصاً لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية وإلى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال شهر عن ضبط 41145 قضية تمونية متنوعة من بينها 766 قضية بيع استوانات غاز في السوق السوداء وضبط 130 قضية مواد بترولية بمضبطات بلغت مليون وثمانمائة وثلاثة واربعين ألفاً واربعمائة وعشرين لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء إضافة إلى ضبط 379 قضية بيع السلع التنوينية مدعمة بالسوق السوداء بمضبطات بلغت 147 طن و67 كيلو وضبط 70 قضية استيلاء على أموال الدعم بمضبطات بلغت أكثر من 33 طن وفي مجال تحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 860 ألفاً وثلاثمائة وأربعين مخالفة مرورية متنوعة وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 22415 من قائد المركبات بالطرق تبين إيجابية عدد 1182 منهم كما تم المرور على 905 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 3886 من سائق حافلات المدرس تبين إيجابية 17 سائقاً منهم كما تم فحص 3794 مركبة تبين مخالفة 158 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية كما تم رفع 1940 سيارة و214 دراجة نارية متروكة ومتهالكة وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية تم ضبط 80419 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس وفي مجال قضايا التيار الكهربائية ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 348710 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائية ومخالفة شروط التعقد بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 295.093.084 جنيها وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 1097 قضية من بينها 617 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات كما تم ضبط 480 قضية في مجال جرائم المضبوعات بمضبوطات بلغت 44127 مضبوعات تعليمية وأدبية وأغلفة دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وفي مجال قضايا الأموال العامة تمكنت أجهزة الوزارة خلال شهر من ضبط 116 قضية في مجال الأموال العامة بقيمة مالية 518 مليون و577 561 جنيها وفي مجال قضايا التهرب الضريبية تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 8289 قضية في مجال التهرب الضريبي بقيمة مالية بلغت 19 مليار و43 مليون و285 ألفا و624 جنيها قيمة تعاملات مالية مخفى لم يقم الممولون باختار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستداء الضرائب المستحقة عليها كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 26 مليون و453 ألفا و622 جنيها ذكرت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج أنه يتم حاليا التواصل مع خبرائنا المصريين بالخارج لدعوتهم للمشاركة خلال فعاليات مؤتمر مصر تستطيع والتي تحمل عنوان مصر تستطيع بالصناعة وخلال لقائها الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيل مكرم الحرص على تبادل الخبرات بين علماء وخبراء مصر بالخارج بما يحقق أفضل النتائج في المشروعات القومية تأتي تلك الزيارة في إطار فعاليات التحذير والتنسيق لوضع المحاول الرئيسية الخاصة بالنسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع أعلنت توزرة الصحة استقبال 338 ألف وثمانمائة تجرع من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة أسترازينكا مقدمة من ألمانيا وذلك بمطار القاهرة الدولية يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان للتنوع والتوسع في توفير لقاحات فيروس كورونا حفاظا على مكتسبات الدولة في تصديل الجائحة أكدت الوزارة أن تلك الشحنة ستخضع للتحليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطاعمات في جميع المحافظات وأشرت وزارة الصحة والسكان إلى أن مصر استطاعت في وقت وجيز توفير جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ضمن خطة التنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة للفيروس يواصل معرض القاهرة الدولي للكتاب فتح أبوابه أمام جمهوره في دورته الثالثة والخمسين وذلك على أرض مركز مصر للمؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس بالقاهرة وللمزيد من المتابع ينضم إلينا من معرض القاهرة الدولي للكتاب مراسل التلويزيون المصري كريم بيبرس كريم أهلا بك تابع بالطبع الأيام الخيرة لمعرض الكتاب في نسخاته الخمسين قبل أن يغلق أبوابه أمام المثقفين ومحبي القراءة ولكن على مدار الأسبوع الأول وهو الأسبوع الثاني رصدنا العديد من الندوات المختلفة الثقافية والمجتمعية والرياضية ولكن اليوم ربما هناك ندوة خاصة وهي ندوة عن الكاتب الراحل الأستاذ ياسر رزق وهو عن كتابه بالطبع سنوات الخمسين والذي يحكي فيه ما رصده من وجهة نظرهم منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير وحتى ثورة ثلاثين من يونيو وما حدث بين هاتين الثورتين وما بعد ذلك ولكن هذا هو كان الكتاب الأول على أن يتم نشر بعد ذلك الجزئين الثاني والثالث ولكن الله توفاه وفته ألمانية قبل أن يعرض هذا الكتاب ويحضر حتى حفل توقيع هذا الكتاب في معرض الكتاب في نسخاته الثالثة والخمسين ولكن إذا تحدثنا أيضا بشكل عام عن الإقبال هنا في معرض الكتاب ربما اليوم وأمس هو كان الأكثر إقبالا وازدحاما لمعرض الكتاب منذ بداياته خصوصا بسبب وجود إجازة نصف العام وانتهاء الانتحانات سواء للمدارس أو لجامعات فبالأمس فقط كان هناك ما يقرب من ثلاثمائة ألف زائر لمعرض الكتاب في يوم واحد فقط وكنا نتحدث عن الأسبوع الأول تخطى عدد الزوار أكثر من نصف مليون زائر ولكن أمس فقط كان هناك ثلاثمائة ألف زائر وبالطبع هناك الزيارات الخاصة بمنصة الإلكترونية والجولات الإفتراضية داخل على المنصة الإلكترونية الخاصة بمعرض الكتاب وهناك ندوات أخرى اليوم يتم منقشتها مثل الإعلام وتأثيره على المجتمع بشكل عام ووجود أيضا شخصيات بارزة في هذه الندوات ولكن إذا تحدثنا أيضا أن هذا المعرض هذه النسخة يتضمن ويحتوي الأفكار والكتاب كبار السن وصغار السن أيضا ومحبي الكتابة وأنه يعد فرصة كبيرة للتسويق لكتاباتهم المختلفة وبالطبع سنتابع على الأيام القليلة القادمة قبل أن يغلق أبوابه الفعاليات الأخرى داخل معرض الكتاب في نسخاته الثلاثة والخمسين والآن عود عليكم مرة أخرى شكرا لك كريم بي برسا مراسل تلفزيون المصري من معرض الكتابة الدولي والآن نتحول إلى ملف حياة كريمة شددت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد على أهمية توعية المواطنين بمفهوم التنمية المستدامة وكيفية تطبيقه من خلال الممارسات اليومية وتأسيس النشئ عليها وخلال لقائها المنصقاء المقيمة للأمم المتحدة إيلينا بانوفا والممثل المقيم للأمم المتحدة كاستشاري الدولي في مجال التنمية أنطونيو فيجيلانتي أشارت فؤاد إلى تجربة الوزارة في قرية صفت تراب لتحويلها لقرية المستدامة كنموذج تجريبي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وشددت على أهمية دمج المجتمع المحلي كشريك في مشروعات المناخ وتدريبه على الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية من جانبها أكدت المنصقاء المقيمة للأمم المتحدة سعي المنظمة للاستفادة من الخبراء للوصول لأنسب الطرق لمواكبة احتياجات الدول وطبيعتها ومنها التعاون مع مصر في تنفيذ مبادرة حياة كريمة هذا وأشهد فيجيلانتي بالمشروع التجريبي لوزارة البيئة بصفت تراب مطالبا بتكرار التجربة بقرى أخرى وعلى نطاق أوسع نظمت في محافظة الغربية قافلة طبية بقرية شرشابا مركز زفتة في إطار جهود مؤسسة حياة كريمة بتنسيق مع عدد من الجهات وتشتمل القافلة على جميع التخصصات الطبية حيث تم توقيع الكشف على المواطنين بإجمالية 443 حالة وتحويل كافة الحالات التي تحتاج إلى عمليات جراحية إلى المستشفيات الجامعية كما تم على هامش القافلة عقد ندوة طبية بعنوان الكشف المبكر عن سرطان الثادية والآن مع الجولة الاقتصادية أخبار الاقتصاد مع رجائي رمزي إليك رجائي شكرا نهبة شكرا نياسر مشاهدين أخبار المال والأمال نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الاقتصادية نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء منتشر من أمام بشأن زيادة تعريفة ركوب لسائرة النقل الجمعي والسيرفيز بالمحافظات تزامنا مع تعديل أسعر البنزين وتواصل المركز مع وزارة التنمية المحلية التي نفى تلك الأنباء مؤكدة أن تعريفة الركوب لجميع سائرة النقل الجمعي والسيرفيز بكافة محافظات الجمهورية ثابتة كما هي دون أي زيادة ومشددة على تكثيف الحملات التفتيشية بالتعاون مع الجهة المعنية بكل محافظة لضبط أي محاولات لمخالفة تعريفة الركوب المقررة استعرضت وزارة التخطيط ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة المنوفية للعام 2021-2022 ذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي أكدت وزيرة التخطيط الأسعيد أن عدد المشروعات التلموية بالمحافظة يصل إلى 317 مشروعا وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة بالخطة تبلغ 5.4 مليار جنيه وأوضحت الوزيرة أن إطلاق خطة المواطن يعكس حرص الدولة الشديد على إشراك المواطنين في الجهود المبذولة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة أكدت وزيرة التجار والصناع نيفينجا معنه يجرى حاليا مراجعة منظومة المواصفات القياسية المصرية لتتواكب والمتغيرات والمستجدات الدولية سواء للصادرات أو الواردات وأوضحت الوزيرة أن ذلك يأتي بهدف ضمان جودة المنتجات وحماية المستهلك المصري من المنتجات الرادية غير المطابقة للمواصفات بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية والتشجيع الصناعات المصرية للالتزام بأحدث المواصفات القياسية يأذلك خلال الزيارة التي قامت بها الوزيرة لمقر الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة حيث تفقدت عدد من معامل الاختبار بالهيئة كذا وحدات كفاءة الطاقة وتسجيل الشهادات وحماية المستهلك عقد أول اجتماع بالمقر الجديد لوزارة البترول وثروة المعدنية بالعاصمة الإدارية الجديدة تناول الاجتماع متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية لزيادة عدد المحطات لتموين السيارات بالغاز الطبعي إلى جانب مناقشة خطط التوسع في استخدام الغاز الطبعي المضغوط لتموين السيارات في إطار خطة الدولة في الانتقال التدريجي للعاصمة الإدارية الجديدة فإحنا الحقيقة بدأنا بالفعل ويمكن زملاء بدأوا يسبقوا في أنه يجهزوا اللي إحنا مفروض نشتغل عليه وابتدى يبقى فيه دلوقتي تخصيص المكاتب زي ما هو معمول في الخطة وغيره افتتح وزير البترول طارق الملاء محطة تموين السيارات الجديدة بالغاز بمدينة أشروق كما تفقد الوزير المحطات الثلاثة الجديدة لتموين السيارات بالغاز الطبعي بالعاصمة الجديدة والتي أوشكت على الانتهاء يوما بعد يوم تستطيع خطة مضاعفة محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي تحقيق انتشار كبير على مستوى الجمهورية مستفيدة من المبادرة الرئاسية والخطة الطموحة التي تنفذها الدولة حيث تم افتتاح عدد من محطات تموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في إطار هذه القطة القومية والمبادرة الرئاسية لزيادة عدد السيارات المحاولة للعمل بالغاز الطبيعي وبالتالي التواسع في انتشار محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي فاحنا النهاردة في هذا الإطار بنفتتح أحد هذه المحطات وهي لشركة وطنية للبيترول وبالتعاون مع شركة جارجاز فبيتم إضافة محطة غاز طبيعي جوة محطة التموين بالسيارات للبنزين والسولار تعمل المحطة الواحدة على ضخ كميات تصل إلى 12 ألف متر مكاعب يوميا ويمكنها خدمة 800 سيارة في اليوم وتعد هذه المحطة متكاملة يتوافر فيها كل خدمات التموين بالوقود التي يحتاجها المواطنون احنا أثناء تحويل السيارة العمل بالغاز الطبيعي كوقود بديل لا يتم إلغاء أي حاجة من الوقود الأصلي أو أي مكونات من الوقود الأصلي وهو دورة البنزين لأن في بعض الناس بتعتقد خطأا أنه طالما تم تحويل السيارة العمل بالغاز الطبيعي يبقى كده تم إلغاء البنزين لا الكلام ده غير صحيح وبالنسبة للمحطات في خطة على مستوى الدولة لنشر حوالي ما يقرب من ألف محطة إن شاء الله تخلص بنهاية 31-3 وتتميز محطات الغاز الجديدة باستخدام الشكل المتطور لموزعات الغاز المعلقة في محطات الشحن بهدف توفير مساحة في منطقة التموين وزيادة معدلات الأمان الأمر الذي من شأنه الإسهام في تطوير البنية الأساسية لتسهيلات التموين بالغاز الطبيعي ودعم انتشار محطات التموين بالغاز الطبيعي أحمد الحسيني التلفزيون المصري وإلى أسواق المعادن النفيسة مشاهدين حيث ارتفعت أسعار الذهب عالميا مع تراجع الدولار ليسجل المعادن الأصفر 185 دولارات وتسعين سنة ليلوقية على أسعيد المحلي يسجل الذهب عيار 18 نحو 679 جنيه ليلجرام فيما يسجل الذهب عيار 21 نحو 793 جنيه ليلجرام الذهب عيار 24 يسجل 906 جنيهات فيما وصل متواصر سعر الجنيه الذهب إلى 6356 جنيه إلى أسواق البترول العالميا حيث قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات مواصلة صعودة للأسبوع السابع مع استمرار المخاوف في منطعة طول ألمدذات تغذيها برودة الطقس في الولايات المتحدة ارتفعت العقود الآقلة لمزيج برينت بنسبة بلغت 2.4% لتبلغ 93.27 دولار للبرميل كما ارتفعت العقود الآقلة للخام الأمريكي الوسيط بنسبة بلغت 2.3% لتبلغ 92.31 دولار للبرميل هذا وأنهى خام برينت الأسبوع مرتفعا بنسبة بلغت 3.6% كما سجل الخام الأمريكي زيادة قدرها 6.3% ورجح محللون هذا الأسبوع أن تتكاوز أسعار النفط الخام 100 دولار للبرميل نظرا لقوة الطلب العالمي بعد شهر قفزت فيه أسعار النفط 15% واندلاع توطر جيو سياسية في مناطق مختلفة من العالم جاء قرار أوبيكوى حلفاؤها الالتزام بما سبق وخطط له من زيادة في الانتاج بسرعة غير مسبوقة حيث لم يستغرق الأمر منهم سوى 16 دقيقة فعلى ما يبدو لم تكن هناك مناقشات مطولة في اجتماع الأخير حول إخفاق الدول أعضاء بمجموعة المنتجين في تحقيق مستادفات إنتاجهم أو حول واحد من أكثر الشهور توطرا على الصعيد الجيو سياسي منذ سنوات وهو ما شمل الأزمة الأوكرانية والتربات النادرة في كازخستان وتلميحات إلى إحراز تقدم في المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران وهجمات متكررة لقوات الحوثي بطائرات مسيرة على الإمارات اتفقت أوبيك بلاس التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها بقيادة روسيا على زيادة طفيفة لشهر مارس المقبل ما يرفع هدف إجمالي إنتاج من نفطي لأربعمائة ألف برميل يومية بلغت أسعار خام برينت أعلى مستوياتها في سبع سنوات عند 91 دولار و70 سنت للبرميل في الثامن والعشرين من يناير وهو حاليا في حدود 90 دولار تسبب افتقار المجموعة للتاقة الإنتاجية الفائضة وهي حقول النفط متوقفة جاهزة للتشغيل بسرعة للتعامل مع أي تعطل غير متوقع في الإمدادات العالمية إلى جانب تعافي الطلب بعد أزمة الجائحة إلى زيادة في أسعار الطاقة ودفع التدخم العالمي إلى الارتفاع ويقول عدد من المحللين منهم جولدمان ساكس إن القلة الشديدة للتاقة الإنتاجية الفائضة قد تدفع أسعار النفط لأكثر من 100 دولار في وقت لاحق من العام الجاري في تونس قال مرسون رئاسي إن تونس تصدر اكتتابا عاما لتغطية جزء من احتاجات منزانية 2022 وتأمل تونس في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في أبريل للحصول على برنامج تمويل لإنعاش الاقتصاد مما يتيح لها الحصول على تمويلات خارجية من شركاء آخرين أيضا نهاية الوقفة الاقتصادية مشاهدين عودة مرة أخرى إلى الزملاء هبا وياسر إليكم أشكرك رغي تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل فاروق الفيشاوي الملقب ببرينس السينما المصرية الفنان الراحل فاروق الفيشاوي أحب الجمهور تلقى إيته في التمثيل وبراعته في تقديم العديد من الأدوار الدرامية التي لمست قلوبهم ترجمة نانسي قنقر انتهت نشرة الأخبار وإليكم أهم ما جاء فيها الرئيس سيسي يعقد مباحثات تقمى مع رئيس الصيني في بكينو ويؤكد الحرص على الوصول بالتعاون السنائي إلى أفاق أرحب مدبولي يختتم جولته بمدينة العالمين الجديدة ويؤكد دعم الرئيس السيسي لإقامة نشاط صناعي موسع بجانب النشاط السيحي والزكاني فرق الإنقاذ المغربية تصل إلى مكان الطفل رايانا في البئر وتأهب لانتشار نهاية نشرة السادسة أتتكم من على شاشة التلفزيون المصري شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء جديد